رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ومحدودية السيولة إلا أن مظاهر استقبال شهر رمضان ما زالت حاضرة في تقاليد الليبيين الشوارع الرئيسية بالمناطق والمدن لا سيما بالعاصمة رابلوس تشهد هذه الأيام اكتظاظا في الحركة المرورية لكثرة المقبلين على الأسواق والتبضع رجال المروري والأجهزة الأمنية أعلنت تفاعلا مع الحدث عن إجراءات مكتفة لتأمين الحركة المرورية وتوفير الأمن بالمناطق خاصة في أماكن الترفيه والساحات العامة فضلا عن تنظيم حركة المرور وفك الاختناقات أمام المساجد استعدادات جيدة إن شاء الله كريم بخصوص الغرفة الأمنية ونحن مزهزين للطرق والمصالح العامة طبعا المصالح العامة بالكامل إن شاء الله وإن شاء الله رب يسلم وسلم ليبيا وسلم الجميع بعمل الله رب العالمين الأسواق والمحال التجارية كان لها دور هي الأخرى في رسم الأجواء الرمضانية رغم ارتفاع الأسعار ومحدودية الطلب فزادت من ساعات عملها في توفير أغلب المتطلبات واحتياجات المائلة الرمضانية أجواء وإن كانت في ظروف غير اعتيادية إلا أن الأسر الليبية تحاول جاهدة أن تحافظ عليها وتجعلها وسيلة لتجاوز الأزمات